تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم وحدة أراضي أوكرانيا ودعى نص القرار الدول إلى عدم الاعتراف بانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا معتبرا أن الاستفتاء يفتقر إلى القاعدة القانونية بينما دعت موسكو على لسان سفيرها إلى الحوار لحل الأزمة فيما يبدو كأنه رد على تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما ما عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته بأن شبه جزيرة القرم قادرة على أن تصبح بسرعة منطقة مزدهرة اقتصاديا من خلال اتخاذ قرارات عملية تسرع انضمامها إلى روسيا وكان أوباما قد اعتبر من بروكسل أن موسكو ستدرك في النهاية أنها لن تحقق أهدافها بالقوة في أوكرانيا وأوضح أن حلف شمال الأطلسي سيبقى متماسكا ونفت واشنطن التي همت بالتواطئ مع الفاشيين بأوكرانيا من ناحية أخرى اتهم وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاغل روسيا بمواصلة تعزيز قواتها على طول الحدود مع أوكرانيا مذكرا موسكو بالتزامها عدم تخط الحدود وفي الأمم المتحدة دعا فيتالي تشوركين مندوب روسيا إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار لوضع حل منطقي للأزمة الأوكرانية وعوضحت شوركين في كلمته أمام الجمعية العمومية أن الأزمة الأوكرانية مغامرة منهم في السلطة حاليا في كييف مشيرا إلى أن ما يحدث في أوكرانيا هو نتيجة السياسة التي تنتهجها الحكومة الحالية وأكدت شوركين على أن مشروع القرار الذي تقدمت به أوكرانيا إلى مجلس الأمن غير بناء وهو يهدف إلى التشكيك باستفتاء القرم وأشار المندوب الروسي أن بلاده تشارك في الحوار الجاري حول أوكرانيا بطريقة بناءة من جهة أخرى أعلنت رئيس الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو عزمها الترشحة للانتخابات الرئاسية المقررة في مايو المقبل وتولت تيموشينكو رئاسة الوزراء مرتين وخالت سباق الرئاسة عام 2010 إلا أن الرئيس السابق فيكتوريا نوكوفيتش تغلب عليها في جولة الإعادة بفارق ضئيل لتسجن لاحقا بتهمة استغلال منصبها في صفقات الغاز